ازاي اللعيبة تقولهم ايه لو في رسالة هتقولها للعيبة تقولهم في واحد اتنين ثلاثة يعملوا ايه في المباراة زي ايه انا عايز بس اقول لي اذكر اللعيبة بعد ما كسبنا النهائي كاس مصر وبعد ما كسبنا الدوري وهم راجعين للنادي من استادي القاهرة للنادي الناس كانت عاملة ازاي واستقبلتهم ازاي والاجواء كانت عاملة ازاي انا عايز افكرهم بس يعني ايه وهم اكيد فاكرين واكيد مستر فريرة والاستاذ احمد استاذ امير مرتضى بيتكلم في النقطة دي كويس لان خصوصا كمان قافل عليهم برضو قافلة كويسة جدا هناك ومركزين جدا والتركيز عامل مهم ورئيسي واساسي جدا في الاجواء اللي زي دي وانا عايز اقول لك احنا في المتشاط اللي هي فيها بتولاد دي لا احنا بدينا بقى حاجة تانية ونسيت واحد نسينا واحد كمان في المتشاط دي بيبقى كويسة اوي 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 فتوح فتوح بيتقالق في المتشاط اللي زي دي بقى يعني شخصية اه اه حاجة تانية خالص غير المتشاط اللي عادية اللي بتاعت الدورة او الكاس ان شاء الله نشوف الاستقبال دا كده تاني هي طبع البطولة يعني بطولة واخدها طبع جماهي يعني حاجة تدعو للفخر اي مصري اي حد مصري يفتخر بحاجة زي يعني لا طبع بصراحة دي احنا فالجمهورنا زمالك بالدول دا كان اسطوري اه ما حصلش قبل كده الحافلة المفتوحة دي اتعملت قبل كده بس عشان فيه ناس بتقول هي مش اول مرة فهي اتعملت قبل كده بس مش بالمنظر دا الجمهور كانت طبعا الجمهور كانت طبعا الجمهور كانت طبعا الجمهور كانت بصراحة مالا الشوارع كانت يعني مقفلة انا بس عايز اقول لعبت زمالك تتذكر جو الاحتفالات دي يعني هما نزلين الملعب كده لو فكروا في جمهور الزمالك والاحتفالات والاستقبال هيبقى شكل ايه وكلام دا مجمودهم هيتضعف بشكل كبير شكرا